خشي بقى على أهلي النهاردة الأهلي عمل النهاردة مباراة عظيمة أو بمعنى أضق شوت أول عظيم يعني واحد من أفضل أشواط النادي الأهلي هذا الموسم بسرعة رغم تأفيل الكابتن طايل عشري ورغم الأداء الدفاعي اللي كان بيحاول يخليه محكم قدر وسامة أبو علي يسجل هدف أول للنادي الأهلي في دقيقة 28 من ضربة جزاء بعد ما حصل عليها المتقلق عمر كمال عبد الواحد أفضل لاعب في المباراة اليوم وهو يلعب في مركز الزهير الأيصر بديلاً لعلي معلول اللي أراحه اليوم مارسل كولف بعد كده قدر ريدا سليم يسجل هدف معلمين ده بيسمى هدف معلمين هدف كمانجة هدف مزيكة على الواقف كده وبرجل الشمال وقلم مهدي سليمانها خدها جنبك في الشبكة هي خورة حلوة طيب بعد ما ريدا سليم جاء بالجول حلو قوي رح رد عليه عمر كمال عبد الواحد قال له لا تعالي بقى ده أنا بتاع الجواء الحلوة ده أنا بتاع الشوط الحلوة بص الكرة الحلوة دي رح اداها بشكل رائع جداً وأخيراً هدف الرابع للنادي الآلي في الشوت التاني كان لمحمود عبد المنعم كهرباء وقابليها كان بواطنج مسجل هدف للابتحاد في الديئة 58 مباراة كبيرة لها النادي الآلي هدف رائع جداً من النادي الآلي مهم جداً للنادي الآلي قبل دوري أو فاينال دوري الأبطال إنه يبقى واصق يبقى حاطت أموره الدفاعية والهجومية بشكل كويس هجومية النادي الآلي تحسن كثيراً يكفي إن أقولك إنه الآلي وولسه مخلص مؤجلاته أقوى هجوم في الدوري في الوقت الحالي ترجمة نانسي قنقر